اهلا بكم مشاهدين الكرام في كل مكان رغم غياب المنتخب المصري عند المشاركة في بطولة كأس العالم في قطر 2022 لكن اسم مصر حاضر وبقوة في مباريات وايضا في كل الملاعب ده من خلال كرة القدم اللي تم تنفذها خصيصا للبطولة تم صناعتها في مصر بأياد وعقول مصرية لتشهد ملاعب البطولة كلها حضورة مصرية من طراز فريدة بتتميز بالعديد من المواصفات غير المسبوقة في عالم كرة القدم طبعا كونها مصنوعة من المواد الصديقة للبيئة والتي تتماشى مع رؤية مصر في التحول الأخضر مزيد من التفاصيل هيوضحها إلينا الأستاذ هشام السيد العضو المنتدر للشركة المصنعة للكرة فورد إيجيبت تحياتي لخضرتك يا أستاذ هشام وأهلا بيت معنا مساء شريف أن معرفتك والأستاذ المستنعين كله من خضرتك أهلا بخضرتك بداية أنا أريد أن أسأل حضرتك عن مواصفات هذه الكرة وإيه اللي بيميزها عن غيرها طب خليش بس أوضع حاجة لفكتك أنه هي أصلا الكرة دي أصلا مصنعة مع شركة فورد باكستان وإحنا المصنعة اللي نجحنا الحمد لله نحن نستطيع في مصر بالشراكة مع فورد باكستان في مصر وعشان كده إحنا نسميها فورد إيجيبت فهي فورد باكستان كده إيجيبت فورد باكستان وإيجيبت فورد باكستان باكستان بحيث هو اللي بيحدث المواصفات بتاعت كورت القادم بتاعت نتيجة نفسها فإحنا الحمد لله نجحنا اللي نجحنا نجيب الشركة الباكستانية تفتح في سلوء المصر بحيث باكستان المصنع الثاني لهم موجودة فورد باكستان الشرق الأوسط وأفريقيا بحيث هو بيعمل المنتجات كلها لشركة حضرتك من ناحية كورت حضرتك عشان نصدرها بعد كده لأوروبا وأفريقيا حضرتك فبالتاني الحمد لله نحن نحن نشارك في الكاس العالم بالكور اللي متحددة من طبع الفيضة لفسها وفقا للمواصفات والمعايير اللي نحددها المفيدة والشركة البراند اللي بتاعتها عضوية حضرتك سحيح طيب خليني أسأل حضرتك يعني التقنيات اللي تم إضافتها للقرة خصوصا فكرة صناعاتها من مواد صديقة للبيئة يعني حضرتك كلمنا أكتر عن هذه الجزئية هي حركة أصلا هي القصة نفسها أنه يتم تصنيع القوة نفسها من حاجات ريسايكل وبنفسه بطريقة معينة بحيث أن القوة نفسها ما تتقاش فيها هي تكتير ومستخدم المرحل الكاتف والنبخة حضرتك فبالتالي هي أصلا الحاجات الماتيريال نفسها الرو ماتيريال مركوزي منحة مستخدم ومستخدمه من مصر وجوزي لسه مازينة من استورده المنضربة بس إن شاء الله خلال سنتين حاجة أكون الرو ماتيريال موجودة في مصر وجوزي الله تعالى حضرتك قدلي أن ده بلتعاون مع شركة أديداس صح كده؟ هو احنا حركة المصنع اعتمد من شركة أديداس بحيث أنه هو المتاجات اللي بتطلع من المصنع كلها هتأخذها شركة أديداس حضرتك نتعاون نفسه مع شركة فورورد سبورد باك الثاني وهما شركة معنا في الشركة فورورد إيجيز تمام، هل هناك أي منتجات أخرى بخلاف كرة القدم من الشركة أم لا؟ هي المرحلة الأولى إن شاء الله بإذن الله اللي تمت على خير الوقت في البيئة بطورة فاندن بعد شوية بإذن الله تعالى حاليا في الأحضرية الرياضية تاليها بعد جدهوت الملابس الرياضية خلالها كلها طبعا من المواد الصديقة للبيئة بغضبط إن شاء الله بالجلال إن شاء الله، إن شاء الله الأستاذ هشام السايد الوضع المنتدى بالشركة فورورد إيجيبت تحويات الحضرتك على وجودك معنا، شكرا لك بالكليل حضرتك معنا، شكرا لك شكرا جيد ودي كانت التفاصيل الوضحة إلينا أستاذ هشام السايد شكرا لحضرتكم على المتابعة وإلى اللقاء شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم